تيلة عشرات القتلى والأسرى من ميليشيات الحوثي سقطوا خلال المعارك مع قوات الشرعية التي طهرت عددا من المناطق في الساحل الغربي عند مشارف مدينة الحديدة الاستراتيجية التي لم تعود تبعد سوى 9 كيلومترات خسائر الحوثي تكبدها أيضا بغارة استهدفت جمعا للميليشيات المتمركزة في معسكر الجبانة التابعة للدفاع الساحلي في الحديدة المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد إركون ترك المالكي أفاد بأن عملية تقدم قوات الشرعية تتم في كافة الجبهات لسيما في محور صعدة شمالا والحديدة جنوبا كاشفا عن تدمير أهداف ناجحة في الداخل اليمني مقابل الحدود السعودية في وقت اتهم الحوثيين باستخدام المدنيين دروعا بشرية لعارقلة تقدم الشرعية هذا وأعلنت الفرق الهندسية في الجيش اليمني تفكيك كميات كبيرة من الغام والعبوات الناسفة التي زرع الانقلابيون قبل دحرهم من مناطق بمحافظة الحديدة يأتي ذلك في وقت دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات باتجاه أراضي المملكة كان يستادف مدينة ينبع الصناعية